هذه خراطة دولة مدنية مشي عسكري حي الله حرار خراطة قلعة من قلعات النضال وهي اليوم واحدة من أكثر المدن ثباتاً وقوة صراحة حي الله حرار خراطة إذن بعد هذا في الوقت الذي كان فيه العسكر يحتفلون يمكن أن نقول العسكر بطريقة الحال ونتكلم دائماً على كمشة من الجنرالات أما الجنود صف الجنود صف الضباط الضباط حتى بعض الجنرالات هذو كلهم إخواننا وهذو كلهم رهم كلهم تحت القبضة قبضة المخابرات الإرهابية وتحت الكمشة العسكرية في هذه خمسة جويلية طبعاً كانت هذه اللي شناهم أمسوا أول أمس أنتعى الترقيات عدد كبير من اللي يسحقوا الترقيات لم يرقوا وعدد كبير من اللي ما يستحقوا هواش ترقاو بل أن العدد الكبير اللي ما ترقاش مش فقط ما ترقاش بل أنه تمت الإيطاحة بعدد كبير من الضباط رواد كابتان رواد والهدايا التي تتقدم لشنغريحة ومن حول شنغريحة الهدايا التي تتقدم لكبار الجنرالات باش يفوتوهم أما اللي عندهم المعارف وعندهم العلاقات أو كانوا أبواق من الأبواق الشديدة للعصابة مثل هذا غجاتي فرحان أنه أعطاوله الآن عميد الحقيقة هو كان المفروض لو كان جاي تطبق القانون كان أعطاوله عميد قبل عشر سنوات لكن فرضوا عليه أن يكون بوخ كاذب وأن يكذب طول الوقت فيما يسمى بمجلة الجيش وخلاوه يعني يجري طول الوقت باش وصلوه إلى عميد ومع ذلك لن تنفعوا لا رتبة عميد ولا حتى رتبة ماريشال لو كان جات فيها ماريشال هو ولا غيره إذن هذو اللي يسعدوا كلهم تقريباً إذا استثنين واحدة إلى ثلاثنين حسب الاتصالات اللي جريتها مع بعض خوتنا المطلعين جيداً على ما يجري داخل الجيش فإنهم البعض وصلوا بالمعرفة والعلاقات والبعض وصلوا بالشكاير اللي وصلوها لكبار الجنرالات عندما يصل الضباط أهم الضباط إلى رتب عليا عقيد عميد لواء كيوصلوا بالشكارة أو بالعلاقات والمعارف هذا معناها في نفس الوقت ركت توطيح بالأكفاء توطيح بالناس اللي قادرين الناس اللي عارفين الناس اللي فاهمين العمل الانتاح المهنيين البروفيسيونال ركت توطيح بهم وتجيب هؤلاء كيف هذا الجيش يستطيع غدا ندافع للبلاد إذا كان الناس يصلوا إلى أهم المراتب والمناصب يصلوا لها بشكارة وبالمعارف والعلاقات وأحيانا بأشياء أسوأ أحيانا بأشياء أسوأ وأسوأ بكثير من بين الأسباب يعني المؤرخون يتفقون على أن من بين الأسباب انتع ضمار الجيش الجزائري أيام الحكم العثماني هو أنه تمت الإيطاحة في السنتين الأخيرتين للغزو الفرنسي تمت الإيطاحة بأحد وزارة الدفاع القادرين الأكفاء وتعيين وزير الدفاع كان على علاقة نظر أن كانت علاقة نسب بالداي حسين بالرغم أن الداي حسين مقارنة بالدايات التي حكمه الجزائر كان يعتبر ربما ربما إليه مش أفضل هم من بين اثنين أو ثلاثة الأفضل مع ذلك فإن تعيين لآغة إبراهيم كوزير للدفاع وهو معروف بالفشل انتاعه والفشاد الأخلاقي والمالي انتاعه كان من بين الأسباب أنها أن الجزائر لم تصمد أمام الغزات لم يكن عدد الفرنسيين اللي غزو الجزائر في البداية كبيرا كانوا في حدود 35 ألف وكان رد 35 ألف ممكن وممكن جدا لكن الفشل نتيجة للرداء نتيجة لأن التعيينات والمصب العليا تمت عن طريق المعارف أنا ذاك أيضا كلمة لقبل 190 سنة لكن يستمر الأمر كما هو الجيشنا اليوم في حالات سيئة جدا ولا أتمنى أن تكون هناك حرب مع أي إن كان لأنها بعدها راح تتكشف واحد الحقائق واحد المرارات وستذكرون ما أقول لكم حياً أو ميتاً ستذكرونها لو لا قدر الله تدخل البلاد في حرب دفاعية من تكلمش على الهجومية الهجومية طبعاً ستكون هزايم شارسة لكن حتى في حرب دفاعية بهذه الجنرالات اللي رأي موجودين اليوم وبهذه الأوضاع اللي رأي موجودة اليوم داخل الجيش فستكون كوارث حقيقية على البلاد وسيضطر الشعب أن يقاتل من أجل حماية الأرض والعرض وستتكشف للناس حقيقة الأموال مليارات الدولارات اللي كانت تصرف على جيش موضع على رأس ناس من أسوأ وأتفه وأبشع اللي ممكن تتصورهم تكلموش فقط على أن بعضهم خارج الخدمة تماماً أغلبية كبار جنرال فيتين سبعين سنة وإنسان يتساءل كيف تكون جنرال وانت فيت السبعين عام كيف والعسكري مطلوب منه الخفة مطلوب منه السرعة مطلوب منه سرعة البديهة سرعة التفكير قوة البدني كيف يعني وكأنها حرب مع الطبيعة البشرية مع البيولوجيا اللي صنحها الله في الإنسان وضحها الله في الإنسان كيف يكون الإنسان قادر أن يكون عسكري بالمعنى الحقيقي للكلمة إذا كان جاء سبعين سنة آه ممكن تكون مستشار ممكن تكون حتى وزير ممكن بل حتى رئيس ممكن لكن عسكري لا مش ممكن يطردوا بعض العسكريين وهم في الثلاثينات الطباط طردوهم في الثلاثينات في الأربعينات طبعا الطباط إذا ما خضعتش وما كنتش خاضع تماما وما كنتش تابع تماما وما كنتش عبد تماما فيتهم طردك ما بينهما من العمر طبعا نقوله منذ ذلك الوقت تقدر الناس تمر من السبعينات إلى السبعينات الآن احنا لما شفت الصورة اللي كان فيها تبون جالس وإلى يسارو بنعلي بنعلي وإلى يمين وشنغريحة بسرعة قمت بعملية حسابية شنغريحة من موليد ربعة وربعين تبون من موليد خمسة واسم معناها سبعة وسبعين سنة تبون من موليد خمسة وربعين معناها ستة وسبعين سنة وبنعلي بنعلي من موليد عمره سبعة وثمانين سنة حسبوها شحال معناها من موليد الف سمية وربعة وثلاثين كي جمعت بيناتهم وملقيتها ميتين واربعين سنة بمعنى ثلاثة أهم مسؤولين في البلاد ما يسمى برئيس الجمهورية قائد الأعام للجيش الوزير الدفاعي لآخره ورئيس لها الأركان والفريق الأول الآخر ميتين واربعين سنة معدل هو ثمانين عام طبعا لو كان زادوا لهم جوجيل اللي عمره واحد وتسعين عام لو كان جاءوا أربع لأن جوجيل رسميا هو ثاني شخص في البلاد لو كان للمعدل هو تقريبا ثلاثة وثمانين سنة لأن جوجيل عمره واحد وتسعين عام ويتكلموا الشباب ويتكلموا الديمقراطية وعلى تسليم المشعل وكل هذا الديم مرارات